هو ده كان المتمر الصحفي المسيماني ومحمد الشناوي وابرز مالوه عن مباراة بكرة هاخد من كلام الاتنين كلمة مهمة جدا ازاي النادي الاهلي يقدر يسجل خارج ملعبه هو ده لها يصعب المهمة جدا على وفاق سطيف كل التوفيق للعب النادي الاهلي فيه المباراة المهمة غدا امام وفاق سطيف في الدور قبل النهاية وان شاء الله نبارك لبعض بكرة بعد المباراة نروح لمباراة النهاردة مباراة مهمة جدا قمة الاهلي والزمالك موليد 2006 تحت 15 سنة نشوف ابرز يعني الاركام والاحصائيات عن هذه المباراة نبدأها الاول بمباراة الاسبوع 32 المباراة النهاردة في الاسبوع 32 من دوري الجمهورية النهاردة الفرع اللي هتقابل بعض الاهلي والزمالك في ملاعب الناشئين مديد نصر المقولين هيواجه غزل المحلة مصر مكصة والمصري الانتاج الحربي واسموحة بيرامدز والبنك الاهلي الاسماعيلي امام الشراء الدخان كوكاكولا امام امبي وزيد النهاردة باي نشوف جدول ترتيب دوري الجمهورية نادل اهلي طبعا في الصدارة بيتصدر جدول المسابة النادل اهلي اللاعب 28 مباراة فاس في 21 تعدل في 4 مباراة وهزيمة في 3 مباراة له 74 هدف وعليه 46 هدف في المركز الاول برصيد 67 نقطة يأتي المولين في المركز الثاني برصيد 46 نقطة زيد في المركز التالت 59 نقطة والزمالك الهواجه الناد الاهلي النهاردة في المركز الرابع برصيد 55 نقطة وامبي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة نروح نشوف برضو مشوار الاهلي والزمالك في دوري الجمهورية زي ما احنا قلنا دلوقتي الناد الاهلي اللاعب 28 مباراة متساوي مع الزمالك فعدد المباراة 28 مباراة فاز الاهلي في 21 وتعدل في 4 وهزيمة في 3 74 هدف وده اقوى خطه هجوم الناد الاهلي في المسابقة وعليه 46 هدف الاهلي في المركز الاول 67 نقطة الزمالك في المركز الخامس الزمالك ترتيبه في المركز الخامس لاعب 28 مباراة فوز في 16 مباراة تعادل في 7 مباراة وهزيمة في 5 مباراة له من الهدف 52 هدف وعليه 31 هدف ونقاط له من النقاط 55 نقطة المباراة المتبقية للناد الاهلي في دوري 2006 الناد الاهلي متبقي له 3 مباراة النهاردة المباراة الأولى من 3 مباراة ومباراة مهمة جدا وزي ما قلو لحضراتكم مكسب الناد الاهلي عزمالك بيضع خطوة مهمة جدا نحو التتويج ببطول الدوري الجمهورية الأهل والزمالك لدي الأهل المباراة القادمة هيواجه ودي دجلة خارج ملعبه والمباراة الأخيرة في الأسبوع 34 الأهل هيواجه الزد على ملاعب النشئين بمدينة نصر دي أبرز الأرقام بمورات 2006 ما شاء الله عندنا فريق 2006 كمان عندنا تمن عناصر في منتخب مصر منتخب مصر النشئين تحت قيادة كابتن محمد وهبل اللي فازوا منذ شهور قليلة فازوا منذ شهور قليلة ببطولة شمال أفريقيا عندنا ما شاء الله عناصر مميزة جدا هنتكلم دلوقتي بالتفصيل والتحقيق الفنية عن عناصر المميزة في منتخب مصر كمان أبرز الأرقام عن مباراة اليوم مع ضيوف النهاردة كابتن محمد حشيش نجم الأهل السابق وأيضا محل القناة الأهل الدكتور أحمد سابق انتظرونا ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة